عائشة فتاة مستهترة مدمنة للنت ولغرف الدردشة وكانت تتحدث مع الجميع في مواضيع تافها وذات يوم تعرفت على فتاة من أمريكا اسمها ليزا متزوجة ولها ولد وعندما أخبرتها بأن اسمها عائشة وجدتها تطير من الفرح وتقول لها إذن أنت مسلمة لا أصدق أريد أن أعرف عن الإسلام الكثير أرجوك لا تتركيني كما تركني آخرون لدي آلاف الأسئلة التي أود أن أسألها قالت عائشة في نفسها يا لها من تعيسة تطلب الإسلام من أبعد واحدة عنه ولكنها شعرت بها حقا لأول مرة في حياتها تعيش لحظة تهتم فيها بأمر دينها ولعدم قدرتها على الإجابة طلبت منها أن تنتظرها لدقائق ثم دخلت عائشة على مواقع إسلامية وظلت تبحث عن كل سؤال تسأله ليزا حتى نجحت في الإجابة على معظم الأسئلة وعندما سألتها عن السيدة عائشة لم تعرف إجابة وقالت لها انتظريني أياما وسأرسل لك كتبا عن الإسلام بالبريد وفي الصباح ذهبت عائشة للمكتبة واشترت لها كتابان ومصحفة وقرأتهم قبل ليزا حيث كانت طريقة في الإنجليزية فشعرت بأن هذا الدين عظيم وأرسلت المجموعة بالبريد الدولي السريع ووصلت الكتب إلى ليزا وقرأتهم ثم قالت عن طريق سماعة الصوت هذا ما كنت أريد كيف أدخل في الإسلام لم تصدق عائشة ما تقوله ليزا فبكت كثيرا وعندما سمعت بكاءها سألتها لماذا تبكي فقالت لها لأن ميلادي مع ميلادك اذهب واغتسلي ورددي بعض الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومعناها أنه لا يوجد إله غير الله في الكون وأن محمد رسول الله وظلت عائشة تشرح ولا تعلم كيف أتت بهذه المعاني العظيمة التي ترددها لأول مرة وسعدت كثيرا عندما قالت لها ليزا الآن وجدت حياتي لقد كنت محطمة وحاولت الانتحار خمس مرات وكان زوجي ينقذني ولكني الآن أشعر بسعادة غامرة وأشعر بأني وجدت نفسي لقد ولدت هذه الليلة فقالت لها عائشة وأنا كذلك ولدت من جديد لقد كنت مسلمة بالاسم فقط فقالت لها ليزا الآن فهمت معنى قولك ميلادي مع ميلادك ثم أخبرتها من تكون السيدة عائشة لقد أخبرتها من كانت سببا في إسلامها وبعض يومين أخبرتها ليزا بإسلام زوجها وتسمية ابنهما محمدة وأنها غيرت اسمها لعائشة فبكت بكاء شديدة لأنها لم تكن تحلم أن تكون سببا في إسلام ثلاثة أنفس يأتون يوم القيامة في ميزان حسناتها فحمدت الله كثيرا وقرأت وتعلمت وفهمت كل شيء عن الإسلام وتحولت من البحث عن التفاهة إلى البحث عن كل من يريد الإسلام حتى أسلم على يديها الكثير ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين